ليسوا عرب البادية الرحال لأن من سكنوا الصحارة كيفوا حياتهم وفقها إنهم أسر كانت تسكن منازل حديثة نزحت خوفاً من القتل جراء الحروب التي لحقت بمدينتهم الرمادي التي باتت ساحة حرب بين تنظيم داعش والقوات الأمنية الحكومة العراقية ومؤسساتها التي تعد المعنية بشؤون هذه الشريحة لم تتمكن حتى من إكساء هذه الخيام بفرش أو وسيلة تدفئة ولو بسيطة بل سلمت النازحين قطع قماش نصبت على رمال أبرد من مشاعر المسؤونين أجينا هنا للمخيم والمخيم كما ترون أنه كل النواقص بي يعني هسا استلمت خيام البارحاني تراب استلمتها تراب كل شي ما بها لا فراش والافراش احتياجه نحتاج إلى غذائية احنا موسم الشتاء الشتاء تدرون انه بالصحراء يكون بارد شديد البرودة نحتاج إلى نفط نحتاج إلى تدفئة صوبة نحتاج إلى طباخ أو غاز أو تهولة مثل ما تقولون يعني احنا كل النواقص هسا موجودة بالمخيم مخيم السلام في الحبانية نصب حديثا ويفتح أبوابه للنازحين من مدينة الرمادي لكنه لم يكن كريما معهم فالمخيم ينقصه كل شيء إلا رمال الأرض لا ماء لا كهرباء لا يعني مساعدات كل شي ما كو وقاعدين يعني ومثل هذا اللي يقول والله نحايرين والله يا شنون هي شي يعني والله حتت والياتات ما بيهين مي ما بيهين يعني بعدما خيمتهم مفتحهم يعني احنا حالنا حاشة لحظة الحالة تشلو أزمة النازحين وبالرغم من كونها ليست وليدة اللحظة إلا أنها في تفاقم مستمر فبحسب إحصاءات أممية ينزح أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي داخل البلاد هربا من الاقتتال في مناطقهم إلا أن ضعف الدور الحكومي بات مكشوفا وواضحا إزاء هذه الشريحة التي باتت تعيش خطر التشرد والعيش دون مستوى الفقر شكرا شكرا